المسلم يشكر على أنه يدعو إلى الله عز وجل في وسائل التواصل أو في غيرها وهم أجور على ذلك ولكن يجب أن يتخذ الطرق التي لا تمس شر الله عز وجل أو تمس كتاب الله عز وجل بامتهان أو باحتقار أو بأساليب غير مناسبة فما يقال اقرأ هذه السورة أو هذه الآيات وتعرف على الخطأ ثم إذا قرأتها قال إن هذه السورة أو هذه الآيات ليس بها خطأ وإنما أردت أن تظهر بأجر من قرأ بكل حرف فله عشر حسنات أو أنك قرأت هذه السورة ولها مزية من أنك قرأت ثلث القرآن أو أنك قرأت أعظم آية وهي آية الكرسي أو أنك قرأت الآيتين من آخر سورة البقرة ومن قرأهما في ليلة كفتاة وما شابه ذلك فإن هذا من التلاعب بكتاب الله عز وجل وكتاب الله عز وجل وصف بأوصاف عظيمة وشريفة فلا ينزل إلى هذا المستوى من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل فليذكر الأحاديث الواردة في فضل هذه الآيات وفي هذه السور حتى يعلق الناس بالأحاديث وحتى يدعو الناس إلى أن يطبقوا لكن لما تأتي هذه الرسالة وبها من التلاعب بما بها ثم يقال والله ما أردت إلا أن تقرأ هذا فربما يغضب ويرى أن هذا الرجل لا يصبح أن يكون داعية أو ناشرا للخير ثم إن قراءة الآيات وقراءة السور تحتاج إلى نية فكيف تقول له هذا الكلام لك لو قلت له لو قرأت هذه السورة أو قرأت هذه الآيات فقد جاء في الحديث لك ثواب كذا وكذا هنا يستحضر ولا عمل إلا بنية ولا يؤجر الإنسان إلا إذا نوى إنما الأعمال بالنيات فليتنبل مثل هذا يعني هل ظفر بالأجر هل تحرقت أنه ظفر بالأجر وهو لم يقرأ هذه السورة على أنه أراد أن يقرأها من أجل هذا الثواب فتنبه رعاك الله